موسيقى لعب المغربة على المستوى الدولي مؤخراً شرفوا المغربة بزاف خاصة أنهم كانوا متعلقين في النوادي ديالهم نذكر على الخصوص اللي بانسي سوفيا رحيمي اللي تتعلق على المستوى كأس ديالتحاد اسيا وكذلك نلاقي بالآخرين اللي معرف على اليوم نتعلق المشي غير هات السنوات السنوات الفريق طابع حل حكيمي زياش بحل عدلي بجموعة من اللعابة اللي متعلقين على المستوى الدولي في الفروق ديالهم وخاصة أن صاري كذلك في تبارك الله كان ماركي بالرأس دابو اللي ماركي برجل يعني تبارك الله عليه وكانتمنى هاد النيبو ديال اللعابة اللي تيبان على المستوى الدولي يزيد العكس على المستوى الإيجابي في المتخب ديالنا رفقات المدرب والد رقراجي تنشوفهم في تألق وتنشوفهم ما شاء الله ذوق أخلاق مرضي الوالدين وأكيد منهم هكا أكيد ربي معهم وأنا تنشوفهم غديل قدم ما شاء الله عليهم ما عمروا محشمونا وما غي خيبوناش أنا بونو أنا وقفتيني بالصدفة أنا بونو تنحمق عليه مفضل عندي زياش حكيمي كلهم ما شاء الله ممتازين كل واحدة وشنو تيجبو بالضبط أنا تيجبني بونو هذا العام هذا كان عام مهم بالنسبة للعابة المغاربة على مستوى العالم رأيس هناك عديد من لاعبين اللي فازوا بكؤوس سواء في الدوريات الأوروبية وما في الكؤوس الأوروبي وكذلك الخليجية عندنا عدة أمثلة بالنسبة للدوري الأوروبي عمitudル laoriyات الأوروبية عندنا مثلا حاكمي اللي فاز بالدوري الفرنسي عندنا دياز اللي فاز بالدوري الإسباني عندنا الكعبي اللي ممكن فاز بالدوري اليوناني عندنا كذلك زياج اللي فاز بالدوري التوركي وهذا وأيضا هناك الدوريات الخليجية مثلا بونو اللي فاز بالدوري السعودي وهذا العابة هادو كانوا أيضا فازوا بكؤس أوروبية وخليجية اللعابة المغاربة اللي كي لعبو في صواف الأوروب وصواف لازي كنشوفهم باللي مضامنين على الكوب كما كابراهيم دياس كنشوفه في الاسبان وعندوه فينان هارسبش كنشوفه راحيمي اللي متقلق في دوري أبطال آسيا اللي هو شمبيون أمين عدلي كذلك في كأس ألماني وفي الدوري الألماني والأيوب الكعبية كما كنشوفه هو اللي ربح على أولمبياكوس كأس المؤتمر الأوروبي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر